اشتركوا في القناة اعلنت ان ارادات النفط العراقي المصدر خلال الاشهر الاحد عشر الماضي يعني من شهر واحد لغاية نهاية شهر تيشين الثاني الفين واثنين وعشرين هذه السنة قد بلغت المبالغ التي يعني جاءتنا مبالغات من النفط قد بلغت مية وسبعة مليار دولار وثمانمية وسبعة وسبعين مليون وسبعمية وستة وثمانين الف وثلاثمية وستة وثلاثين دولار يعني معدل شهري مثل ما تقول تسع مليارات وثمانمية وسبعين مليون يعني حوالي ثمانمية وثمانية مليون واذا اضفنا الى هذا المبلغ الشهر الشهر الاثناش شهر كانوا الاول وارداته وهي بنفس المبلغ اذا وضعناها بنفس المبلغ سيكون المبلغ بحدود المية وعشرين مليار دولار واردات العراق من النفط فقط طبعا هو العراق ما عندها بالنفط من التحدث عن زراعة صناعة كذبة كبيرة هذه هي المبالغة الاساسية مية وعشرين مليار دولار لانه يقول لك المنافذ الحدودية تجيب انها تجيب الميليشيات هذه يعني خارج الحسابات وما في الشمال في المحافظات يعني البيل ودهوك واسليمانية هذه هي الاكراد يعني قضية غير قضية فالموضوع بهذا الشكل مية وعشرين مليار دولار طيب المبلغ كبير طبعا مية وعشرين مليار دولار شكل موازنة او واردات لبلد ما يشكل موازنة السنوية مبلغ كبير جدا جدا لكن يعني اذا ما قسناه كيف هو كبير اذا ما قسناه بالدول المجاورة فيه من الدول المجاورة فهو عادل ربما خمس مرات او اكثر من موازنة كثير من الدول التي تحيطها وبالتالي نحن نحسب هذا المبلغ المية وعشرين مليار دولار ونسأل نفسنا ماذا يعني ماذا سيكون في جيب العراقيين من هذا المبلغ ماذا سيعود من هذا المبلغ على العراق والعراقيين بداية علينا ان نعرف وهم يقولون هكذا انه لدينا يعني شهريا نجب ان ندفع ستة مليار دولار لموظفين بمعنى نحن ندفع ثمانية واربعين مليار سنويا ثمانية واربعين مليار دولار سنويا كرواتب للموظفين وهذه كالتة كبيرة لدينا خمس ملايين موظف هم يتحدثون عن ستة مليارات ربما اكثر من هذا المبلغ لكن يخافون الحديث عنه المهم يقولون ستة مليارات فبالتالي يعني 72 مليار دولار رواتب فقط العفو 72 مليار لانه ستة فيه فيه 12 72 مليار فقط للرواتب ما بقيه من مبلغ الـ 120 هو 48 مليار دولار 48 مليار دولار بقيت لدينا احنا من البداية يعني متحدثون عن نحن نأتي بهذه الأرقام لكي نثبت انه كذبة الاصلاح وكذبة تعمير العراق وبناء العراق هذه التي يقودها السوداني وهذه البهرجة الإعلامية وهذه الظاهرة الصوتية كلها كذبة لانه كل هذه الامور تحتاج الى اموال فمن اين تأتي الاموال اذا كنت تدفع فقط 72 مليار دولار فقط رواتب للموظفين يبقى 48 مليار دولار 48 مليار دولار انت لديك هم يتحدثون لديك ديون تتجاوز المئة مليار دولار هذي طبعا من 2003 اللي حد الان هم يتحدثون مستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظم يتحدث بهذا الشكل قال لدينا 100 مليار 50 مليار داخلي ديون داخلي و50 مليار ديون خارجية 20 مليار دولار منعتها واجبة الدفع يقول هذه خارجية يجب ان تدفع واخرى خارجية معدوم ما يتحدث عن بعض يعني مؤتمر باريس ومعرف منه المهم فبالتالي احنا علينا ان ندفع شهريا يعني بحدود 7 مليارات او 8 مليارات دولار يجب ان ندفع جيون هذه اذا بقد حوالي 40 مليار دولار العراق ينفق وهذه بالارقام يعني ينفق 4 مليار دولار سنويا مستقات النفط يستورد مستقات النفط من ايران 36 مليار دولار طيب العراق يعني العراق من 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 عام 2003 لحد الان يعني تعرفون في عام 2003 مؤتمر سمية مؤتمر مدريد للمانحين من 2003 ورح يمنحون العراق هل قد مبالغ المهم ديون هذه 6 مليارات لمدة 20 سنة تقدر بعشرين سنة بعد 20 سنة واجبة الدفع الآن من 2003 لحد الآن انتهت العشرين سنة يجب ان تدفع هذه المبالغ انطو مبالغ تقدر بستة مليار دولار هذه واجبة الدفع بعد 20 سنة العشرين سنة انتهت هم يعتقدون ان العشرين سنة بعيدة فوافقوا العشرين سنة الآن العشرين سنة انتهت فعليهم ان يدفعوها إذن من الستة وثلاثين لم يبقى إلا ثلاثين مليار طيب في بلد هو من بين البلدان العشرة الأكثر فسادة في العالم مبلغ ثلاثين مليار هم بتحدثون عن سرقة القرن واحد سرق مبالغ صندوق التقاعد ما عرف منه مليارين ونص السرقات بهذا الاتجاه بهذه المبالغ بالبنك اللبناني ما عرفوش قيد حولوها إلى البنك العراقي يريدون يسرقون مدري كم مليار دولار فالسرقات كلها بالمليارات فثلاثين مليار يعني مثل ما يقال يعني بالبغدادي بحلق ما نتخليها الكل ما ديني ديهم لكي هم جاءوا للعملية السياسية لكي يسرقوا لكي ينهبوا لكي يستفادوا ثلاثين مليار لمن؟ لأعمار أنت البنى التحتية كلها منتهية أنت تحتاج فقط لأي مدينة الآن مدينة الموصل مثلا يتحدثون عن أعمارها تحتاج وفق دراسات رصينة وقللت من الكلف كثيرا وراعت كثير من الأمور وقللت من عدها تحتاج إلى ما لا يقل عن سبعين إلى ثمانين مليار دولار لعادة مثل ما كانت قبل القصف والتدمير عام 2014 وما بعدها و2017 في معارك التحرير ما سموهه معارك التحرير دمرت المدينة بكامل مدينة الرماري ما قد يحتاج لها صلاح الدين ما قد يحتاج لها وتركنا من كل ذنين المدن هذه الجنوب ما قد يحتاج لها هذه البصرة التي يعني تحمل على ظهرها نفط العراق كله وصدر كل نفط العراق وأهلها جياع وفقرة نحن لدينا بطالة تبلغ نحو 15 مليون عاطل عن العمل لدينا فقراء 12 مليون فقير تحت خط الفقر ولدينا مصائب كبيرة لدينا بنات تحتية مدمرة إلى إعادة بناء لدينا الكهرباء المصيبة لدينا عقود لدينا البعض يتحدثون أن النفط مقابل الإعمار أي نفط هو الإشبق نفط ما هو هذا النفط بعقود التراخيص نطيت كله للشركات الأجنبية والشركات الأجنبية الآن تجي تطي لشركات أخرى صينية وغير صينية اللي كي تبني لك من يدفع لها المبالغ ما هذه الشركات أخذتها بعقود التراخيص هيا موظفين عراقيين متعين الآن تنطي إلى العراق حتى يسوي بيعمار هذه الكذبة الكبيرة لمن فبالتالي هذه المليارات لن تعود للعراقيين ولا للعراق بشيء هذه في جوب هؤلاء وسيتصارعون عليها لأن المبلغ قليل لأنه من عام 2003 لحد الآن أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار سرقت من العراق ونهبت في مشاريع وهمية وتهريب وأموال والبنك المركزي وغيرها الآن المبلغ الآن تجاوز 30 مليار دولار طبعا هذا بسعر بسعر تسعين لا أعرف اش قد ما أدري اش قد حاسبي بس وما رح يقللون السعر وما رح يقدر المبلغ رح يطلع فالمبلغ اللي رح يبقى ربما أقل من هذا بكثير من 30 مليار فتوقعوا شكل الصراع بين هذه القوى التي جاءت من أجل المكاسب يعني هي ماسك الحكم من أجل المكاسب دخلت بالعملية السياسية من أجل هذا يعجل أن يتقاسم الكعكة مثل ما قالت إحداهم فبالتالي هذا وضع العراق من يتحدث عن هذه المبالغ ويغش العالم ويتصور أنه هناك أعماره هناك نهوض بالعراق وتطور كذبة كبيرة لأن كل ذلك يحتاج إلى أموال والآن الدول ما تطيق ماكو دولة بالدنيا فتحة خزائنها ومصارفها وبنوقها لكي تعبي في أفواه من يحكمون العراق في جيوبهم لكي يذهبوا بها إلى الخارج لا يمكن قبولها الآن ما عادت الدنيا بهذا الشكل وما حد يتبرع لك وما حد ينطيك أنت بلد غني هكذا يقولون بس أنت سياستك كلها فازدة فبالتالي هذا الوضع العراقي وهذه المبالغ التي تأتي العراق ونحن في نهاية عام 2022 بعد عشرين سنة من احتلال العراق والعراق الجديد والتغيير والازدهار والديمقراطية هذا هو وضع العراق وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استربيعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة